اهلا بكم معاكم الدكتور تامر والنهاردة هنتكلم عن رسم القلب بالتفصيل ودي الحلقة التانية قبل ما تشوف الحلقة دي لازم تتفرج على الحلقة الاولى علشان الكلام هنا مترتب على انك تكون عارف الكلام اللي احنا قلناه هناك اتكلمنا في الحلقة الاولى دي عن ازاي توصل رسم القلب رسم القلب بيطلع لك ازاي الكمبليكسات شكلها ايه ازاي تعرف الريت الاكسز الرزم وهنا هنكمل وهنتكلم عن اول حاجة الكوندكشن ديفيكس او مشاكل التوصيل نقصد بيها مشاكل توصيل كهربت القلب احنا عارفين ان كهربت القلب بتبدأ من الاس اي نود بعد كده توصل للافي نود وفي الافي نود يحصل شوية تأخير للنبضة بعد كده توصل للبندلوف هس وبعد كده تتوصل للفنتريكلز فاي مشكلة في هذا النظام بيبقى اسمه مشكلة في توصيل كهربت القلب او نوع من انواع الهارت بلوك فالهارت بلوك تلات انواع في فرست دي جري هارت بلوك اللي هنتكلم عنه واللي معناه باختصار برولونجة فيكسد بي ار انتيرفل طبعا احنا عرفنا ان البي ار انتيرفل هي المسافة من بداية البي الى بداية الكيو ار اس كومبليكس والمفروض ما تزيدش على مربع كبير في الفرست دي جري هارت بلوك بنلاقي ان المسافة دي بقت اكبر من مربع كبير زي ما احنا شايفين كده المسافة دي من اول البي لأول الكيو ار اس كومبليكس بقت اكتر من مربع كبير وثبتة على كل الكومبليكسات اللي بعد كده فده بنسميه فرست دي جري هارت بلوك وده ممكن يظهر في ناس عندها اس كيميك هارت دي زيز اللي هي كسور الشرايين او مثلا جزء من ريوماتيك هارت دي زيز الحمى الروماتيزمية على القلب او دي جي تاليس دوكسيسيتي الناس اللي بتاخد ادوية الدي جي تاليس نتكلم بعد كده على السكند دي جري هارت بلوك السكند دي جري هارت بلوك منه نوعين موبتز تايب 1 وموبتز تايب 2 في الموبتز تايب 1 او السكند دي جري هارت بلوك تايب 1 بنلاقي ان البي ار انتيرفل بتبدأ صغيرة بعد كده في الكمبليكس اللي بعدها نلاقيها بقت اطول شوية في الكمبليكس اللي بعدها نلاقيها بقت اطول اكتر في الكمبليكس اللي بعدها نلاقي البي جات ومفيش كيو ار اس كمبليكس جات وراها الكيو ار اس وقعت وبعد كده نرجع نعيد الموضوع ده من جديد في التطويلة اللي احنا قلنا عليها زي مثلا في المثال اللي قدمنا ده لو بصينا على ال-BR interval الاولانية دي نلاقي المسافة بتاعتها صغيرة ال-BR interval اللي بعدها اكبر شوية ال-BR interval اللي بعدها اكبر شوية ال-BR interval اللي بعدها اكبر بعد كده فيه B دي B ومافيش وراها QRS complex ونرجع نعيد الموضوع ده تاني من بدايته هو ده الموبلس type 1 او ال-Second Degree Heart Block type 1 اما ال-Second Degree Heart Block اللي هو type two او موبتس type two ده معناه ان في نبضات من البي بتتوصل ونبضات لا فانا ممكن الاقي مثلا اثنين بي وبعدين qrs complex وبعدين اثنين بي وبعدين qrs complex يعني كل اثنين بي بيجي qrs complex بعدها والنوع ده بنسميه 221 اثنين لواحد زي مثلا اللي في الرسمة ده اول واحدة دي بي واللي بعدها دي بي وبعدين qrs complex وبعدين جي وراها بي وبعدين بي وبعدين qrs complex وبعدين بي بي qrs complex وهكذا فهو ده second degree heart block او الموبتس type two اللي هو اثنين لواحد لكن لو بصيت هنا نلاقي ان دول ثلاثة بي وبعدها qrs complex دي بي 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 وبعدين qrs complex وبعدين بي 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 وبعدين qrs complex وهو ده اللي بنسميه 3 الواحد هو موبتس type two برضو لكن التوصيل بتاعه 3 الواحد يعني كل 3 بي بيجي qrs complex واحدة وده مثال رسم قلب كامل اهو لو بصينا على اول 3 complex دول هنلاقيهم طبيعيين كل بي وراها qrs complex بي وراها qrs complex بي وراها qrs complex بي وراها qrs complex اثنين بي وبعدين qrs complex وبعدين اثنين بي وبعدين qrs complex يعني الرزم بتاع القلب ده كان ماشي الاول صيناس عادي وبعدين حصل block اللي هو second degree heart block type two اثنين لواحد زي ما احنا قلنا النوع الثالث من heart block هو third degree heart block او بيسموه complete heart block معنى كده ان مفيش نبضة اصلا بتتوصل من الاتريا من ventricle الاتريا مشغال لوحده والventricle شغال لوحده بالاديو ventricular rhythm زي مثلا المثال ده لو بصينا هنا هنلاقي دي p p p p وهكذا البيهات مشي مع نفسها منتظمة بمعدل تسعين تقريبا في الدهية لكن ال qrs complex زي ما احنا شايفين دي qrs complex ودي qrs complex ما لهاش علاقة خالص بالبي وجاية واسعة احنا قلنا ال qrs complex طالما واسعة يبقى مصدرها من ventricle من البوتين نفسه فما فيش توصيل اصلا جاي من فوق وما نقدرش نعمل اي علاقة بين qrs complex وبين b معينة ما نقدرش نقول ان qrs complex بتيجي مثلا ورا البيت الثالثة او مثلا فيه مسافة بتطول او مثلا فيه prolonged fixed pr interval ما فيش الكلام ده البيهات مشيه لوحدها وال qrs complex لوحدها وما فيش اي علاقة بينهم فهو ده third degree heart block زي في رسم القلب الكامل ده مثلا دي بي بي ودي بي 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 ودي qrs complex ما لهاش علاقة خالص بين البي ودي برضه qrs complex ودي qrs complex ما فيش علاقة بينهم وبين البيهات وال qrs complex واسعة فهو ده third degree heart block وطبعا احنا بنركز على النقطة اللي بنشرحها ما تكلمناش على ال access ولا على ال rate ولا على حاجة تاني احنا دلوقت بنتكلم بس على heart block طبعا احنا عارفين ان ال bundle of his بتتقسم لright bundle وlift bundle والlift بتتقسم لانتيرو الفاسيكل وبستيرو الفاسيكل طب نفرض ان فيه مشكلة حصلت في ال right bundle بس ال right bundle دي اتقفلت ما بقتش توصل الكهرباء بيلاقيها ازاي او بعرفها ازاي في رسم القلب بيلاقي حاجة اسمها rsr pattern في lead v1 وممكن يمتد v2 و v3 زي كده مثلا لو بصيت في الشيست lead في v1 بلاقي اول سنة طلع دي r لان احنا قلنا اول wave طلع الفوق بعد ال b r وبعدها اللي نازلة صغيرة دي s وبعد كده r فده اسمه rsr pattern لما بلاقيه في v1 واحيانا v2 و v3 بنسميه right bundle branch block وبشوف ال qrs complex كلها لو كانت اقل من 3 مربعات يبقى اسمه incomplete right bundle branch block لكن لو كانت اكتر من 3 مربعات يعني واسعة بنسميه complete right bundle branch block طيب لو لقيت ال lift bundle الاساسية اللي هي قبل ما تتفرع يعني هي اللي حصل فيها المشكلة وتقفلت في الحالة دي بلاقي rsr pattern او بنسميه بقى في الحالة دي m shape لانه بيبقى شكل ال m اكتر بلاقيه في lead v6 واحيانا v5 و v4 زي برضه شايفين هنا كده مثلا rsr او ال m shape اللي احنا شايفينه ده في lead v6 و v5 وبرضه ال qrs complex لو كانت ديقة من 3 مربعات صغيرين بنسميه incomplete left bundle branch block ولو كانت واسعة يعني اكتر من 3 مربعات صغيرين بنسميها complete left bundle branch block طيب هنفرض ان anterior physical بس هي اللي حصل فيها مشكلة وما بقيتش توصل في الحالة دي كل اللي بنلاحظه ان بيحصل left axis deviation طبعا انت عارب فقى ال axis من الفيديو اللي فات فلما يحصل مشكلة في anterior physical بنلاقي left axis deviation اما لو posterior physical هي اللي حصل فيها مشكلة وده نادرا ما يحصل يعني نادرا ما يحصل ان posterior physical بس تتقفل لوحدها لكن لو حصل يعني بيحصل right axis deviation العكس طيب لو حصل بقى ان حصل مشكلة في ال right bundle وحصل مشكلة في anterior physical اللي احنا بنسميه by physical block ال right bundle كلها تقفلت وال anterior physical بس من left bundle هي اللي تقفلت فبنلاقي left axis deviation اللي هو تأثير anterior physical مع rsr pattern اللي هو تأثير right bundle اللي بيبقى موجود في v1 واحيانا في v2 و3 زي كده بالظبط هنا في lift access deviation زي ما احنا شايفين lead 2 و3 في limp leads واقعين و lead 1 upright فده lift access deviation و rsr pattern في lead v1 و2 و3 وهو ده bifascicular block طيب نفرض ان ال right bundle اتقفلت وال anterior physical وال posterior physical كمان اتقفلت طيب ابقى كده ما فيش توصيل اصلا يبقى ده complete heart block هيديك صورة complete heart block او third degree heart block اللي اتكلمنا عليه من شوية دلوقتي بقى نتكلم على الاريزميا طبعا احنا عارفنا normal sinus rhythm يعني ان نبضات القلب تطلع من الس انود ومشي في مسارها الطبيعي فبتعمل qrs complex طبيعية بعد كل p wave وقبل ما نتكلم على الاريزميا فيه قاعدة مهمة كده لازم نبقى عارفينها ان القلب تقريبا كل اجزائه تقدر تطلع نبضات كهربائية كنوع من انواع الحماية يعني نفرض ان SE node حصل فيها مشكلة ومبقيتش تطلع نبضات القلب بيقف والشخص يموت؟ لا ده فيه اماكن اخرى تطلع نبضات وتشغل القلب اي جزء في الاتريام ممكن يطلع نبضات AV node نفسها ممكن تطلع نبضات وفي الوقت ده بتكون النبضات بمعدل حوالي 50 دربة في الدقيقة طيب نفرض ان الاتريام مبقاش يطلع نبضات ولا AV node كمان بقيت تطلع نبضات فالفنتريكل نفسه بيطلع نبضات وبتكون النبضات دي حوالي من 30 ل40 نبضة في الدقيقة كنوع من الحماية عشان القلب يقدر يحاول يضخ شوية دم لو الاس اي نود حصل فيها مشكلة فاول نوع من انواع الاريزمية اللي هنتكلم عنه هو حاجة اسمها اسكيب ريزم ودي ببساطة معناها ان حصل مشكلة في الاس اي نود فتأخرت في انها تطلع عن نبضة العادية بتاعتها فمكان تاني من القلب قام بالدور عشان يحمي القلب ويطلع نبضات وعلى حسب البقرة طلعت منين بيكون شكل الQRS يعني لو طلعت من الاتريام او الافي نود معناها كده ان هي سوبرافنتريكلر يعني في مستوى اعلى من الفنتريكلز فتبقى الQRS ديقة لكن لو طلعت من الفنتريكلز بنلاقي ان الQRS واسعة يعني مثلا لو بصينا هنا لنلاقي ان البيدي والبيدي ودي ودي دول كلهم شكل بعض لكن لو بصينا البيدي نلاقيها مختلفة عن اخوتها وكمان نزل التحت ليه اختلفت لان هي مش طلع من الس اي نود زي اخوتها ده هي طلع من الاتريام عادي وعشان كده شكلها اختلف وهو ده اللي بنسميه اتريال اسكيب ريزم طيب ايه هو النود الاسكيب ريزم هو نفس الفكرة لكن النبضة في الوقت ده بتكون طلع من الافي نود وعشان كده ما بلاقيش بي ويف بتظهر لو النبضة طلع من الس اي نود او اي مكان من الاتريام لكن لو طلع من الافي نود نفسها ما بلاقيش البي ويف زي كده مثلا الكمبليكسات دي في قبلها بي ودي برضو بي بي ودول شكلهم طبيعي والكيو ار اسكمبليكس بعضهم ضيق لكن لو بصينا على الكمبليكس ده وده وده مفيش قبلهم بي ومع ان هم ضيقين لكن مفيش قبلهم بي معنى كده ان هم طلعين من الافي نود او بنسموهم نودل او جونكشنال اسكيب ريزم اما الفنتريكولر اسكيب ريزم فهو زي اللي احنا كنا قلنا عنه قبل كده في السير دي جري هارت بلوك او مثلا في المثال ده ده برضو بي 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 هنا البيهات ماشية منتظمة لكن مفيش توصيل فالقلب كان نوع من الحماية الفنتريكولز بيبدأ يعمل نابضات ويدخ الدم بنفسه عشان يحافظ شوية على كمية الدم للجسم فبيطلع حاجة اسمها الفنتريكولر اسكيب ريزم اللي احنا شايفينه وبتبقى الكيو ار اس كومبليكس واسعة لان هي طالعة من الفنتريكولز وبيتكون في معدل حوالي تلاتين لاربعين ضربة في الدقيقة وممكن الاسكيب ريزم ده يكون كومبليكس واحد بس ممكن تيجي نبضة واحدة بس اسكيب ريزم زي هنا كده لو بصينا على الكيو ار اس كومبليكس دي والبيهات اللي قبلها هنا وهنا فدول طبيعيين وقبلهم بي وكيو ار اس كومبليكس دايقة لكن في تأخير حصل فحصل ان الكيو ار اس كومبليكس واسعت يعني معنى كده ان الفنتريكولز طلعت نبضة كنوع من الحماية للقلب احنا قلنا ان الفنتريكولر اسكيب ريزم المفروض يكون من تلاتين لاربعين ضربة في الدقيقة لكن احيانا يبقى فيه حاجة اسمها اكسليريتد اديو فنتريكولر ريزم يعني معناها ان النبضات طلعة من الفنتريكولز لكن طلعة بسرعة شوية زي مثلا هنا لو بصينا على اول تلات كومبليكسات دول نلاقيهم عاديين كيو ار اس كومبليكس دايقة وقبلها بي ويف في التلاتة الاولانيين لكن بعد كده حصل ال اديو فنتريكولر ريزم كيو ار اس كومبليكس واسعة وسريعة وهو ده اللي بنسميه اكسليريتد اديو فنتريكولر ريزم طيب كل اللي اتكلمنا ده كان قلنا ان القلب بيحاول يحمي نفسه لما الاس اي نود تتأخر في ان هي تطلع نبضة فاماكن تانية من القلب تطلع نبضة لكن لو الكلام ده حصل وما كانش فيه تأخير اصلا من الاس اي نود فده بنسميه اكسترا سيستول او بريماتيور بيت معناها ان ضربة جت قبل معادها الاس اي نود شغالة كويس لكن في مكان او بقرة تانية في القلب طلعت نبضة بسرعة شوية وممكن برضه دي تكون سوبرا فينتريكولر او فينتريكولر زي مثلا في راسم القلب ده البيهات ماشية طبيعي ووراها كيو ار اس كومبيليكس ديئة وماشين كويس مع بعد كده لكن فجأة واحدة كده جات كيو ار اس كومبيليكس مع انها ديئة لكن مفيش قبلها بي ويف وده معناه ان هي طالعة منين فعلا من ال安ي نود وعشان كده دي اسمها او نودل اكسترا سيستول او سوبرا فينتريكولر اكسترا وهي ليه بريماتيور او ليه اكسترا سيستول لان الاس اي نود متأخرتش ولا حاجة ده هي دي اللي بريماتيور هي دي اللي جات بدري شوية ونفس الموضوع الـ Ventricular Extrasystole برضو زي ما احنا شايفين هنا مثلا دي QRS Complex طبيعية وقابلها B-Wave ودي برضو ودي وما فيش تأخير ولا حاجة في الـ B-Wave لكن في QRS Complex هي اللي سبقت شوية وجات واسعة وهي دي اللي بنسميها Ventricular Extrasystole أو Primature Ventricular Contraction وطبعا هي ليه Ventricular لإن هي واسعة أكتر من ثلاث مربعات نتكلم بعد كده على التاكي أريزميا أو ضربات القلب السريعة النتجة من الأريزميا أول نوع السوبرافنتريكولر تاكي كارديا ومن اسمه سوبرافنتريكولر يعني مستوى أعلى من الفنتريكولر يا إما يكون إتريال يا إما يكون نودل السوبرافنتريكولر تاكي كارديا بنلاقي إن فيه QRS Complex ديقة لإن هي سوبرافنتريكولر البقرة جاية من فوق لإن هي توصلت عادي من البندلوفهس وبتكون سريعة بمعدل أكتر من 150 ضربة في الدقيقة وبتكون منتظمة وعلى حسب البقرة دي طالعة منين؟ يعني هي لو طالعة من الإتريام ممكن ألاقي بي ويف مخفية كده في التي ويف القبلها زي كده مثلا لو ركزت شوية هعرف كده أضلع إن دي بي ويف مخفية في التي ودي بي ويف ودي بي ويف فدي إتريال أو سوبرافنتريكولر تاكي كارديا جاية من الإتريام أما لو كانت جاية من الـ AV نود فمش هلاقي بيهاته وهتبقى الـ QRS Complex ديقة ومنتظمة وسريعة أكتر من 150 لكن مفيش بي ويف نتكلم بعد كده على الإتريال فلاتر إتريال فلاتر معناها إن في بقرة في الإتريام بتطلع نبضات سريعة لكن الـ AV نود مش بتستجيب لكل النبضات دي فعشان كده بلاقي بيهات كتير ولقي QRS Complex قليلة وعلى حسب عدد البيهات لعدد QRS Complex بنقول مثلا إن ده إتريال فلاتر ثلاثة الواحد اتنين الواحد على حسب وصلنا QRS Complex بعد Cam B والشكل بتاع البيهات ده معروف إنه هو اسمه أو سنان المنشار تلاقيه شبه سنان المنشار كده بالزبط يعني مثلا لو بصيت في المثال ده هتلاقي إن البيهات دي ماشي بمعدل 300 في الدية لكن الـ QRS Complex بمعدل 75 بس فده معناه إتريال فلاتر أربعة لواحد أما لو بصيت هنا تلاقي إن البيهات بمعدل 300 في الدية لكن الـ QRS Complex بمعدل 150 دربة في الدية فده إتريال فلاتر أتنين لواحد وطبعا ده تاكي أرزميا يعني سريع عشان زي تقولي أفرقه بينه وبين الساكند دي جري هارت بلوك مثلا اللي هو موبلس طيب 2 اتنين لواحد إحنا هنا بنتكلم على تاكي أرزميا سريعة لكن هناك برادي طبعا بيبقى بطيء طيب بعد كده الإتريال فبريليشن الإتريال فبريليشن معناه إن بؤر كتير في الإتريام بتطلع نبضاء مش بؤرة واحدة فتحس إن الإتريام نفسه بيترعش مش بيعمل نبضات منتظمة عشان كده ما بقدرش أميز P-Wave وعشان كده الـ QRS Complex كمان تبقى مش منتظمة كل شوية جيلها بؤرة من مكان مختلف فبيطلع في النهاية رسم القلب إن مفيش P-Wave بنلاقي فبرولاتري ويفز كده يعني رعشة بسيطة كده لكن مش قادر تميز P-Wave الـ QRS Complex ديقة لإن البؤرة جاية من الإتريام وغير منتظمة لإن هي مش بؤرة واحدة ده الإتريام كله عمالي يطلع نبضات في كل اتجاه زي رسم القلب الكامل ده لو بصت فيه كده وبصت في الـ STRIP هتلاقي إن مفيش P-Wave والـ QRS Complex ديقة وغير منتظمة فهو ده AF أو إتريال Fibrillation طيب نفرض إن النبضات طلع من الـ Ventricles لكن سريع ومعدل أكتر من 100 في الدقيقة يبقى ده V-Tach على طول Ventricular Tachycardia وبتلاقي الـ Q-RS Complex واسعة بزار شيء بشكلها غريب وواسعة ومنتظمة ومنها نوعين اتنين يا إما مونومورفك يعني كل الـ Complex شبه بعضها يا إما بوليومورفك زي اللي تحت دي تلاقي شوية جبار وشوية صغيرين لكن كده كده هم واسعين أكتر من 3 مربعات وسريعة أكتر من 100 في الدقيقة أي 3 Complex واسعين يعني أكتر من 3 مربعات بمعدل 100 في الدقيقة ده V-Tach زي مثلا رسم القلب ده لو بصيت فيه كده هتلاقي ان هو ده V-Tach Q-RS Complex واسعة منتظمة سريعة وطبعا مفيش بيوية أما الـ VF بقى اللي هو Ventricular Fibrillation ده معناه بقى انك مش عارف تطلع Q-RS Complex أصلا شبه تانية تحس بقى ان هي دي الرعشة بتاعة الـ Ventricle الرعشة بتاعة الإتريام ما كانتش بينة لان هي الإتريام أصلا الكهربا فيه بسيطة ما تبانش كويس في رسم القلب عشان كده كتطلع رعشة لكن الـ Ventricular Fibrillation أو رعشة البطين ده بتطلع في رسم القلب بالشكل ده ودي طبعا طوارئ تجهز بقى بالـ DC على طول وتشوف الفيديو بتاع الـ DC والـ CBR بقى في اللينكات تحت عشان تعرف ازاي تتعامل مع الحالة الـ V-F وأحيانا الـ V-Tech فالشكل اللي انت شايفه ده على طول Emergency ده حالة الرست غالبا القلب وقف بيبقى Inorganized Complexes الـ Complexات مش قادرة تلحها ووسعة وبزرش إيب ومش شكل بعض فهو ده V-F أو Ventricular Fibrillation وأخيرا هنتكلم على الـ WBW Syndrome أو المفروض ان كهربت القلب بتمشي في المسار الطبيعي اللي احنا حافظناه بقى S-A Nude A-V Nude Bundle of His بتفرعاتها لا ده العين ده عنده Accessory Pathway يعني عنده مسار اخر لكهربت القلب غالبا بيبقى في الناحية الشمال المهم ان مسار اخر بيوسر الـ Atrium بالـ Ventricle فكده انا مبعدش على الـ A-V Nude يعني كده مفيش تأخير الـ A-V Nude دي وظفتها ان هي بتأخر النبضة شوية لا ده انا خدت طريق تاني اسرع فمفيش تأخير يعني نلاقي ان الـ QRS Complex ما بتطلعش شارب كده لا ده بتطلع ميلان الاول بسيط وبعد جده تطلع تاني لكن الجزء النهائي فيها سليم والجزء اللي في الاول ده بنسميه Delta Wave هو دي الحاجة المميزة للـ Wolf Parkinson Syndrome ان انت تلاقي Slard Abstract للـ QRS Complex وتلاقي Delta Wave وطبعا نكمل في الحلقات اللي جاية شوف الحلقة اللي فاتت وفي النهاية احب اشكركم اشتركوا في القناة اعمل لايك شير شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة